قد يكون اسم اللواء علي مملوك غير مألوف بالنسبة لكثيرين فهو رجل أمني نادر الظهور وقليل الصور لكنه من الدائرة المقربة من الرئيس السوري بشار الأسد التي تضم إليه بعض أفراد عائلة الأسد بينهم ماهر الأسد ورامي مخلوف وأصف شوكت الذي قتل في تفجير مركز الأمن القومي وتجمع المصادر على أن مملوك يحظى بثقة عمياء من الرئيس السوري وقد تم تعينه رئيسا لمركز الأمن الوطني بعد مقتل هشام اختيار في الانفجار مملوك يشغل منذ عام 2005 منصب مدير أمن الدولة وهو جهاز تابع مباشرة للرئاسة السورية التي تولت صلاة بينها وبين بعض الدول الغربية ومع اندلاع المواجهات في سوريا كثيرا ما ارتبط قمع التظاهرات باسم علي مملوك وقد فرضت الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات عليه لمسؤوليته في التجاوزات في مجال حقوق الإنسان حكاية مملوك مع لبنان قديمة كشفتها وثائق ويكيليكس نقلا عن برقية عدل العام 2007 عن أنشطته المثيرة للجدل ونقل الأسلحة من بلاده إلى لبنان والعراق بشكل مستمر أثار قلق الدول الغربية